والحقيقة إنه الرئيس السادات الله يرحمه ومرة سألت ابنه البشوانس جمال السادات كان عنده إنجليزية بعيدا عن اللكنة أكيتي عنده لكنة مصرية ولكنة ساداتية إنما كانت اللغة الإنجليزية عنده راقية جدا يعني وده كان واضح في كل أحاديثه الغريب بقى هو كان عنده إنجليزية بتاعته كانت مظبوطة جدا مظبوطة كلغة أيوة يعني كجرامر كنحو كمفردات كل وكان مفردات غنية جدا بس شوف الرئيس السادات تعلم الإنجليزي إزاي وتعلمه في السجن وتعلمه عن طريق ودي حاجة خطيرة جدا عن طريق مجلة إنجليزي أمريكية قديمة وفضل في السجن وبرضو تعلم الألماني والفرنساوي في السجن وحتى تعلم شوية فرسي كمان بس هو هنا كان عندنا اختيار كان عنده هو اللكنة المصري في الإنجليزي طبعا مع اللكنة البريطاني شوية يعني يقول جود مش جود جود لما قعدنا نقول طب نتكلم بالزبط زي ما قال لقينا إنه ممكن نقول جود الناس تفهمها لكن في كلمات كتيرة بطريقته أنا كنت رايح بقى بالطريقة كاملة نذاكر هنا ست شهور قبل ما أروح وبعدين قعد أقول طيب بالطريقة فلاقوا إنه بعض الكلمات فيه احتمال إنه الأجيال الجديدة في الجمهور الأمريكاني مش حيفهم معه الحقيقة عشان كده تصنع العمل دول عزماء كل تفصيلة تم دراستها والشغل عليه فبما إنه الفن اختيار فاخترنا إنه لا نقرب من الجمهور الأمريكاني وروحه موجودة وطريقته موجودة وصوته موجود علشان الناس تفهم